بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد و أهل بيته الطيبين الطاهرين كيف نزرع في المجتمع الإيمان اليوم نحن بأمس الحاجة إلى بناء مجتمع ملائكي مؤمن مجتمع يصلي صلاة الليل مجتمع يأتي بالنوافل يأتي بالتعقيبات يعمل بالمستحبات يتجنب عن المكروهات يبتعد و يحرم نفسه المحرمات لأنه كيف يتمكن الإنسان أن يحصل على هذا الإيمان الإلهي الله سبحانه وتعالى أشار في آيات كثيرة منها قال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول إذن إطاعة الله مهمة جدا و إطاعة الرسول مهمة جدا و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم و هم أئمة أهل البيت الإطاعة مطلوبة عندنا و كذلك في نفس الوقت كما نحن نأتمر بأوامر الله بإطاعته أطيع الله كذلك في نفس الوقت لابد أن لا نعصيه عدم عصيان الله لأنه لا يمكن الإنسان يعصي و يطيع لا بد أن لا يفكروا في المعصية و هذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن عيسى عليه السلام قال قال لأصحابه لا تزنوا و أنا أقول لكم لا تفكروا في الزنا انظر شوف التفكير الإنسان لا بد أن يبني حياته السماوية حياته الروحانية من خلال الإطاعة لله تعالى كل شيء مطلوب تلصر مؤمن تلصر متقي تلصر ورع مقدس جدا بسيط ليس كصناعة نفاثة و طائرة و صاروخ لا 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 جدا بسيط الإطاعة لله و عدم عصيانه هذا هو الشرط أساسي حتى يتمكن الإنسان أن تكون له الأرضية و القابلية يعني صحيح الله يقول إن الله يهدي من يشاء و يضل من يشاء يعني لا بد أن تكون هناك الأرضية في الهداية الإلهية الأرضية في عدم الهداية الأرضية الإلهية لا بد الإنسان أن يقرر بنفسه إلى الله و هذا هم ورد في الحديث القدسي يقول الله يقول من تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعه شوف حتى ورد في الحديث القدسي يا أخي حديث قدسي ما أجمله جميل جدا انظر إلى الأحاديث القدسية انظر إلى الشفق الإلهية الله يقول في حديث قدسي عبدي ما أنصفتني أدعوك إلى عبادتي وتذهب إلى غيري شلون يصير الله خلقك و الآية القرآن تقول وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون و كما ورد شاف الإمام الجواد واقف مع مجموعة من الصبيان و كان صبيا صغيرا عمره بالأربع خمس سنوات يقول جاء هارون المأمون ورأى هؤلاء أنه فروا و بقي الإمام الجواد وحده أو الإمام الرضا عليه السلام الإمام الجواد بقى وحده فقال لماذا لم تذهب مع لم تفر مع الصبيان قال و في حديث آخر أكثر من حديث قال ما خلقنا للعب الإنسان لم يخلق لأجل هذه الدنيا الإنسان خلق للآخرة فإذن يقول لعبدي ما أنصفتني أدعوك إلى عبادتي وتذهب إلى غيري لا الإنسان لا بد أن يجند نفسه يوقف نفسه لله يقول أنا نذرت شلون أنت تقول لأنا نذرت نفسي أن أخدمك أكون خادم لك كذلك أن تخدم الله تعبد الله أن تكون إلهيا تتقرب إلى الله تعالى فلذلك نحن بأمس الحاجة إلى التقرب إلى الله أول شيء اللي نحن نريد أن نصنعه ونعمله حتى الإنسان يحصل على الإيمان الآن شهر رمضان أجواء مناسبة جدا تدري الأجواء يعني متميزة بها روحانية بها شفقة الإنسان ربما في غير هذه الأشهر الثلاثة يكون قاسياً يكون جافاً عند جفاء لكن تتبدل حياته نحو الأفضل نحو الأكمل لأنه يعيش أجواء روحانية يعيش أجواء ملائكية ونحن اليوم بحاجة إلى التغيير الانتقاد لا يكفي تشوف كثير من من يعلو هذه المنابر مثلاً ينتقد أو من يحاضر ينتقد المجتمع الانتقاد لا يكفي لابد أن نغير المجتمع نغير يعني بمعنى حتى أن نلملم نريد أن نقول لابد من تغيير البنية التحتية يعني وضع مناهج دينية في المدارس من الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات والمعاهد يعني نريد أن نربي المجتمع بالتقرب إلى الله حتى نحصل على الأمان نحصل على السلام نحصل على التعايش نحصل على الثقافة المطلوبة في الإسلام الإسلام أمرنا بأن نزرع ثقافة التدين ثقافة الحديث ثقافة محبة أهل البيت ثقافة الولاء لهم هذا هو المطلوب إذن أول شيء الذي نريد أن نقوم به هو العمل بالمستحبات الكثير مننا أعرض عن المستحبات تشوفه وليس في عالم مستحباته وربما أهمل ناس أعرضه ربما أهمل يعني لا يعمل بالمستحبات فأول خطوة لزراعة الإيمان العمل بالمستحبات إذن من أجل يعني للعلم أن هناك يعني لا بد أن نزرع يعني مقدمة لكيف نتمكن أن ندخل إلى الإيمان كيف يمكن لنا أن نحصل على الولاء لأهل البيت كيف نحصل على كمالية الدين لأنه ورد في الحديث الشريف كمال الدين ولايتنا وبعد والبراءة من أعدائنا يعني لا يمكن أن تفصل تفصل الدين لا بد أن تتخلى مثل الشهادة تقول لا إله إلا الله يعني ترفض الآلهات التي صنعتها البشرية وتعبد الله سبحانه وتعالى كذلك هنا نحن علينا حتى نتمكن أن نزرع الإيمان أول خطوة هو أن نعمل بالمستحبات من الأمور المستحبة حتى ورد في الحديث يعني أنت إذا تراجع لأحاديث مشكلة نحن ابتعدنا عن أحاديث أهل البيت يعني نعيش كل شيء أنت تعيش الملبس والمطعم والمأكل والرفاهية والدنيا لكن لا تعيش أحاديث أهل البيت هنا لا بد لك أن تعيش أحاديث أهل البيت حتى تشعر بطعم الحديث وحلاوة الحديث واستئناس بالحديث لأن فيهم الكمالية والجمالية والنورانية وللحديث صلى فتابعوا معنا وذلك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة